مشاهدين أعلنت الرئاسة التونسية مساء الجمعة تعيين محافظة العاصمة كمال الفقي وزيرا للداخلية بدلا من توفيق شرف الدين الذي أقل من منصبه وكان شرف الدين أعلن في تصريحات صحفية استقالته من منصبه لأسباب عائلية لكن البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أوضح أن قيس سعيد أصدر أمرا بإنهاء مهامه على رأس وزارة الداخلية ويعد وزير الداخلية الجديد كمال فقي من أشد المؤيدين لقيس سعيد وقبل تعيينه محافظة للعاصمة كان مسؤولا في وزارة المالية التونسية ورئيس نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مشاهدينا للمزيد ورحب ضيفي هنا في الاستوديو سيد الطيب غيلوفي الكاتب والعلامي ورحب بك سيد الطيب هل استقال شرف الدين أم أقيل؟ الحقيقة البيانين يوك البيان الرئاسة وبيان شرف الدين سبق بيان الرئاسة بمعنى من المعاني شرف الدين استقال من الرئاسة وكانت إشاعات قديمة تقول أن شرف الدين بدأ يظهر قليلا وغائب عن كثير من لقاءات الرئاسة وتوقعوا الناس كلهم أن يكون شرف الدين على قائمة الذين سيغادرون الحكومة ولكن الرئاسة لم تقبل حتى الاستقالة وأخرجت بيانا بعد إعلان توفيق شرف الدين أنه طلب الاستعفاء من الرئاسة الجمهورية قالت الرئيس يقيل وزير الداخلية الوزير الداخلية أيضا آخر تصريحاته كان كلاما قاسيا ضد المعارضة حينها بعد مظاهرة طلبتها جبهة الخلاص والمظاهرة منعتها وزارة منعتها لمحافظة العاصمة وللعاصمة منعها ولكن المتظاهرين جابوا شوارع العاصمة حينها يبدو أن الوزير الجديد للداخلية ذهب إلى رئاسة الجمهورية واتهم عند الرئيس اتهم توفيق شرف الدين أنه سمح لهم بالتظاهر في حين أنا منعتها يبدو أنه منذ ذلك الحين زادت العلاقة برودا بين الرئيس ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وانتهى الأمر بالإقالة اليوم أمس عفوا هل هذا يعني بأنه شرف الدين بدأ يتململ من أسلوب قيس عيد ربما وبالتالي قرر الابتعاد عنه نعم هذا ثابت لي سبب بسيط أنه حتى لما الرئيس يريد أن يهاجم المعارضة ويطالب باعتقاله استدعى وزيرة العدل ولم يستدعي وزيرة الداخلية المعنى بالاعتقال أساسا لأنه هو الذي يملك القوات الأمنية واضح أن توفيق شرف الدين ربما لم يستطع أن يذهب بعيدا كما يريد قيس عيد طبعا هذا ليس تبرئ له لأنه هو تكلم محاولة لإعادة الاقتراب من الرئيس تكلم ضد المعارضة واتهمها بالخيانة ولكن كل ذلك لم يشفع له رئيس الجمهورية بهذا التعيين الجديد يذهب بعيدا الناس كثير منهم توقعوا أن تحصل انفراجات في الأمر ويصبح يعني ويبتعد الرئيس عن حالة الاحتقام لكنه اختار الطريق الآخر اختار الاحتقام من جديد وتوتير الأجواء أكثر الإقالات في حكومته كانت متواصلة من مدة أقال وزير الخارجية أقال وزير الفلاحة وزير التشغيل يعني بمعنى من المعاني الاستقرار الحكومي المطلوب لمعالجة الأزمات لم يحصل إطلاق طيب لماذا عدم الاستقرار الحكومي هذا إلى ما ترده يعني استقالات أو إقالات من الوزراء وآخرهم وزير الداخلية الذي كان يعتبر اليد الباطشة لقيس سعيد هو الحقيقة التعيين الجديد يقول أنه قيس سعيد ماضن في هذه ما سميتها يد الباطشة ولكن التغييرات المتتالية والإقالات المتواصلة دليل على اضطراب لا يمكن لمن عنده خطة ثابتة موضوعة من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس أن يستمر في الإقالات التعيين ثم الإقالات ويجب هنا أن نقول أن الرئاسة ليس لديها خطة واضحة في معالجة الأزمات التونسية وفي كيفية التعامل مع المعارضين لأنه في جميع الحالات في كل الظروف يجب للحكومة أن تستقر حتى تستطيع أن تعالج ما تقتضيه الحالة التونسية الذي نرى وزير يأتي ثم يذهب ورئيس الجمهورية لا يقبل حتى من يقول أنه استقال فهو كلهم يقيلهم بعضهم سمع بالإقالة من منصات التواصل الاجتماعي أو من الإعلام معنى ذلك التسير الحكومي ضعيف جدا رئاسة الحكومة يبدو أنها آخر من تعلم وآخر من يقرر الرئيس بيده كل شيء والرئيس لا يريد أن يستقر على رأي واحد ولكن حتى لو كانت الوزارات مستقرة أو غير مستقرة بغض النظر هل هناك مشروع أساسا من أجل التنمية ومن أجل الإصلاح في البلاد؟ هو على كل حال تبين أنه منذ حركة 25 جوليا إلى الآن أنه رئيس الجمهورية ليس عنده أفق واضح في الحكم ولكن ورغم ذلك كانت هناك بعض الشعرات بعض التونسيين اغتروا بها الشعرات محاربة الفساد إصلاح الأوضاع الاقتصادي محادثات كانت انطلقت مع صندوق النقد الدولي أيضا التراجع عن أعداء القطاع العام هذه كلها كانت تعاوين كبرى غير مقبولة مرفوضة صحيح من الطبقة السياسية التونسية ولكن الرئيس بدأ بها مع حكومته ولكن يبدو أنه لا نجد لا يظهر هناك نتائج إيجابية يعيشها تونسي أو يعرفها أرقام الاقتصاد التونسي لا توجد معنى ذلك أنه حتى هذه الشعرات الغير مبنية على خطة تفصيلية واقعية رغم هذه الشعرات الذي يجري حكم ثردي واحد لا نجد هناك أي تقدم في أي مؤشر من المؤشرات التي تهم تونسي في حياته اليومي طيب من هو كمال الفقي ولماذا هو اختير وزيرا للداخلية؟ كما قلت لك زياد التوجه هو مزيد من التشدد تجاه المعارضين ليس هناك خطة واضحة ولا هذا التعيين هو إطلاق العصى في مواجهة المعارضة هذا الوزير عرف عنه المساندة المطلقة الشديدة لرئيس الجمهورية وهذه المساندة المطلقة وهو ربما أيضا حديث حديث بين قوسين عن ربما توجهات قصوى ربما حتى معادية للمعارضة توجهات ربما حتى يسارية في جميع الحالات في جميع الحالات وزير الداخلية الجديد لا يبدو أنه يحمل في جيبه أي محاولة لإطلاق ربما السجنة أو التحاور معهم أو حتى نشر حالة من تخفيض منسوب التوتر في البلاد ليس هذا الرجل من هذا المعنى هو يريد ربما يتهم وزير الداخلية المقال أنه سمح أكثر من اللازم للمعارضة بالحضور في الشارع وهو ننتظر أنه سيمنع المظاهرات بإطلاق وأن يده ستكون ربما تطال أكثر معارضين ومنع المتظاهرين إذن هل تتوقع أن نشهد في الأيام القادمة مزيدا من البطش مزيدا من حملات الاعتقالات التصعيد بمعنى آخر نعم هو هذا المتوقع من وزير الداخلية الجديد إلا أن تكون الطبقة السياسية التونسية في حالة من التكاتف والتعاضض من أجل تخفيق أو من أجل صد هذه التوجهات ربما الدكتاتورية والأمنية لوزير الداخلية الجديد لأن تونس الآن محتاجة حقيقة محتاجة إلى حالة من الانفراج ربما يطلق فيها في أثنائها حوار وطني مثلا حالة من الانفراج ترفع الضغط على البلاد وتصبح البلاد تتحول إلى نوع من البحث عن المشترك من البحث عن صيغة من الصيغة للتحضير ربما للانتخابات الرئاسية القادمة أو حالة من التحاور ما بين الفرقاء السياسيين للبحث عن أرضية مشتركة هذا حدثت الانتخابات القادمة هناك سياسيون تونسيون يتوقعون أن لا تحدث هذه الانتخابات ويذهب قيس سعيد إلى الأبد كما عهدنا في الدول العربية ولكن سيد الطيب السؤال هل يدرك قيس سعيد الهاوية التي يذهب بتونس أو تذهب بها تونس نتيجة لمغامراته وأطماعه في السلطة؟ هو الحقيقة هي القضية شوف زياد هو ليست أطماع هو عد السلطة هو لا يطمع فيها هي يدين يديه هو يريد أن يأخذ كل السلطات وهو يأخذ كل السلطة الدستور أعطاه كل شيء تقريبا ولكن كما تعرف السلطة المطلقة هي شر المطلق والشطط في استعمال السلطة هو لا يورث غير الشطط ورئيس الجمهورية يحوز كل السلطات ولكنه لا يرتاح يعني لو كان طيب أنت أخذت كل السلطات الآن قدم للتونسيين ليست تجد من يعاندك ومن يأخذ من السلطة حتى بالقدر القليل لا يوجد يعني لا يوجد إطلاقا المعاربة بين ساكت أو بين مسجون التونسيون ينتظرون طيب أنت بدك السلطة الآن ما هو مشروعك لإصلاح الأوضاع في تونس الأوضاع منذ أن جاء قيد صعيد كانت شعارها الأول هذه عشرية سوداء العشرية السوداء الآن تحولت عند التونسيين إلى ذهبية مقارنة بما يعيشونه الآن ورئيس الجمهورية تحوز كل السلطات القضية ليست في حيزتك السلطة القضية في أنت ماذا ستفعل بها هو الآن لا يفعل بها شيئا هو يعين وزير ويقيل الآخر ثم يخطب متهما الجميع بالخيانة هذا ليست أسلوب للحكم هذا الحكم لن يفيد التونسيين في شيء وفي الأخير كما تعرف النار تلتهم الأطراف المعارضة وستلتحق به في جميع الحلال أشكرك جزيلا سيد طيب غيلوفي الكاتب الإعلامي التونسي على حضركم ترجمة نانسي قنقر